بس خلينا بقى نشارك الجمهور معنا ويعرفوا شوية حاجات كده من البداية انا دايما بحب ابتدي من البداية امتى كده انت حسيت انه لأ انا هبقى ممثل انا ما عنديش اختيارات هو ده من سن كام ومكان ايه كنت بتعمل ايه خلاك تحس ان هو ده اللي انا هكمل فيه والله بص ما كنتش عارف اسمه ايه بس انا كنت بعمل حفلات في المدرسة كده وحاجات كده في ابتدائي وما كنتش عارف ده ممكن يودل فين واكيد انا كطفل صغير ما عنديش اي خبرة من المسافة بين اللي انا بعمله في المدرسة ده واللي بشوفه في التلفزيون خلاص في التلفزيون في القاهرة خاصة احنا في المنصورة فالمسافة دبل يعني المسافة للقاهرة ثم المسافة للتلفزيون ايه فمعنديش ادنى فكرة ان ده ممكن يودل ده يعنيش ادنى فكرة ان اللي انا بعمله هيوصل لده ابدا ولا عارف اسمه ايه أنا كل الحكاية إن أنا بعمل حاجة كده شايفها بتبسطني وشايفها بتعجب صحابي وشايف المدرسين مبهورين بيها ومبسطين بيها وشايفيني مختلف فتمام خلاص حلو ده لإنه أنا من أسرة مدرسين فدائماً ولاد المدرسين بيبقوا مطاردين إن هم دول على الحجرة أصلاً باعتبارهم ولاد المدرسين وبتاعه والكلام ده فبيبقى الولد ده أو البنت دي بيدور على حاجة تخليه فعل هو اللي مختلف مش مختلف علشان العيلة مختلفة بالزبط كده خالص فهي جات كده يعني جي مدرس صغير أنا بالنسبة لي لوقتي هو أكبر مدرس بس هو كان طالب في ثالثة تربية قال لي التربية العملي وجي قال مين يعمل احنا هنعمل حفلة مين يحب يشترك في الحفلة فقلت له أنا في طيب احنا هنعمل اسكتش كذا خد مجموعة كده قال هنعمل اسكتش كذا أنا معاك هعمل كذا هنعمل اسكتش كذا أنا معاك برضو عافية هعمل كذا وأنا معاك في ده أنا يجربني يلاقيني تمام شغال في الحاجات وكان أول مرة بقى أعمل عرض يعني قدام جمهور ما يعرفنيش كممثل أنا في طدائي فباشتغل في الحوش بتاع المدرسة ما عندناش مسرح في الابطدائي ما كانش عندنا مسرح كان عندي في مدرسة الإعدادية مسرح عظيم لكن في طدائي احنا بنشتغل في الحوش بتاع المدرسة خلاص والأطفال كلهم قاعدين على الأرض عشان يتفرجوا علينا فبقى فيه الليفل بتاع المصر إحدى عارفة فيه حد تحت فبقى فيه هما تحت وإحنا عقفين فوقه بتاعه فحاجة حلو جدا والمدرسين عقفين في الفوق في الكوريدورات اللي هو البنوار يعني وكانت أول مرة في حياتي بقى أعيش التجربة دي أنا أخرج من السكتش ده لابس عمدة فأخرج بسرعة على الكواليس اللي هي قضة الموسيقى ألبس حاجة تانية وادخل وبعدين يعمله مكتب فأعمل لنا المكتب يعني كان فيت أول مرة عايش الحالة دي مكنتش عارفة ما هي إيه بس أنا كنت حاسس بسعادة رهيبة وقلت هكمل في ده آه قلت كان كل ما يسألوني بقى يعني أنت عايز تطلع إياه أقول له ما عايز أطلع ممثل بعد ما يعني حاسب بنفسي قوي بدري قوي يعني بس إيه اللي هو لأ ده فيه جمهور وكان بيثقف يا جماعة لأ ده أنا بس بتاعيالي المرحلة الأوقع بقى اللي هي المسألة سيبتت قوي فيها مصرح الجامعة مصرح الجامعة دي مطلع طبعا آه نجوم يعني مصرح الجامعة طلع فنانين تقايل حقيقي آه تفتكر أول مصرحية عملتها في مصرح الجامعة طبعا كنت عامل دور إيه وكان كوميدي ولا لأ خالص أنا صادف إن أنا دوري أنا في المصرحية كنت بعمل الملك والملك لصعد الله والنوس فدوري أنا كنت بعمل شخصية اسمها ميمون ميمون ده اللي هو المهرج بتاع الملك ففي اللغة العربية الفصحة الضحك صعب شوية إلا لو ما ابني على موقف طبعا لكن كنت أنا الشخصية اللايت اللي في العرض فداني ثقة جامدة جدا وخدت ممثل تاني جامعة في أول سنة تمثيل فده برضو فداني ثقة كبيرة يعني طبعا وصادف إن أنا العروض اللي عملتها في الجامعة كلها كانت فصحة بس أنا كنت بايلة العمية طبعا دايما للكوميدي أنا عايز يعني يشتعل بالعمية بس أكيد ثابت أثر كبير العروض اللي بالفصحة ثابت أثر كبير لدرجة إن أنا قلفت بعد كتاب الفصحة آه إحنا بنقل دي معلومة بعد العمله كل لرا ما رفهاش ده هي مرة وحيدة آآ آآ مرة وحيدة كتابت مصرحية مرة وحيدة كده أنا من أسد ذاتي وإخواتي الكبار يعني الكاتب الراحل أسامة نور الدين وهو كاتب مصرحي أول على مستقل العربي سنتين واربعا يعني الله يرحمه يعني فده أخيك كبير وأستاذي وبتاع فكانت الحكاية كده ان احنا ممكن نشجع فلان يكتب نص مصرحي مش يمثل دور لا يكتب نص من داخل مصرح الجامعة ده هي دي حياته ان انت بتلاقي نفسك بتعرف تعمل كل حاجة مع الوقت او عشان انت مضطرة تعمل كل حاجة فتخرج منه عندك خبرة كل حاجة كتير من الناس بقى ما تعرفش انه انت اشتغلت مخرج اولا ليه وازاي يعني ليه مخرج وازاي هو دايما المخرج بيبقى عنده رؤية أوسعة شوية من من حلم الممثل بس الممثل عايز يعمل دوره كويس لكن المخرج عنده رؤية من اول اختاره للنص انا عايز اقول حاجة من النص ده عايز الاقول حاجة بالممثلين دور بالموسيقى دي بالديكور ده عايز اقول حاجة يعني حاجة عامة من فكرة افيه في دور او فكرة مشهد مؤثر في دور فمحلصت الجامعة كان عندي انا جيت في رابعة كلية بقيت عندي شوية تمرد كده انه عملوا نص مع جبنيش وعملوا طريقة كده كانت اسمها منتخب الجامعة فالمنتخب الجامعة ده منتخب الجامعة وبقيت هيتكون من عشرين ممثل من الجامعة كلها وبقيت الحاجات بقى زي دوري به كده دوري المظالم كده يعني ممثله للأهليكو كده فما عجبنيش الموقف فقلت انا معتزر عن ده وده فالسانة رابعة ممثلتش لما تخرجت بقى جم زميلي واللي كانوا أصغر مني في الكلية قالوا لي احنا المخرج بتاعنا سابنا تعال اخرج انت فانا يعني ايه مش خايف بس مبسوط فماشي نجرب فقلت انا قلتولهم انا كده بالظبط كده انا هنقعد مع بعض اسبوع عشر ايام انا اجربوا انتوا جربوني انا اقول مرة اخرج فالسا صغيرين انا اجربوا انتوا جربوني فعملنا كده اخترنا نص اهلنا بكوات وكان نص صعب جدا ليني الرملي طبعا وكان صادف ان قبلها بسنة عاملوا صادف عصام السيد المصرح في القومي ففي افترة كده كنا بنهرج يعني يعني فعملنا البروفات لقينا الدنيا ماشي احنا متفاهمين وهما بيستقبلوا مني وانا بيستقبل منهم والكلام ده كله واخرجت اول نص في حياتي كان اهلنا بكوات اتنقل ده للاخراج للتليفزيون ازاي؟ اتنقل ده للتليفزيون بقى بالصدفة انا انا في اخر عرض عملته في الجامعة اخرجت في الجامعة كان لكلية طب جامعة منصورة اه حملت شيء كده يعني ايه هم حسبوه علي وقتها بس انا انا فخور بيه حتى الان ان انا عملت نص المصرحية فيديو وعرضته على الفيديو برجكتور وده يمكن في وقت ما كانش ده بيتعامل في المسارح قوي خالص دلوقتي بقى عايدين بياخدوا عليه جواز دلوقتي بياخدوا عليه جواز فعلا فاللجنة قالت انه هذا المخرج اضر بالعرض المصرحي وان هو ادرب الممثلين انه خرجهم بره تقييم المصرح واحنا مش لجنة تلفزيون فدي كانت صدمة كبيرة بالنسبالي من ناحية اني اني انه يعني ايه بره تقييم يعني انا مش صفر حتى طب بدوني صفر طب صفرين فما فيش خالص فخدت خدت قرار من اللحظة دي ان انا حقيم كل اللي انا عملته كفيديو ده حقيمه عند الناس اللي هي علاقة بالفيديو او السينما وبناء اللي انا احدد مصيري فبدأت استشير ناس اعرفهم اللي مساعد مخرج في التلفزيون اللي مصور اللي كذا بدأت استشيرهم في اللي انا كنت عامله ده فقالوا يا ابني ده 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 مرحلة لطيفة جدا انت انت يعني انت كده سيب المسرح بقى فانا من انا كنت اخد القرار ده فسيبت المسرح روحت جيت قعدت اشتغلت سنة هنا في القاهرة كان كل ده في المنصورة بدأت اددأ بقى في الهناجر والحاجات دي كده وبعدين اشتغلت في مكان رائع اسمه مركز القاومة للسينما المكان ده كنت بشتغل فيه حاجة كده اسمها عمالة مؤقتة ما كانتش فيه عقود توظيف فكنت بشتغل بينتين وثمانين جنيه في الشهر بس هو كان كنز ومازال مكان موجود سبع تلاف كتاب سبع تلاف شريط فيديو من السينما العالمية كلها وكده مش الامريكية بس يعني فخدت كورس مكسف سنة ما حصلتش وده بقى ايه الصدف اللي عملت وده بقى ايه الصدف اللي عيسان